المتعلق بحصيلة فيروس كورونا 56 وفات و1324 إصابة هي حصيلة ضحايا فيروس كورونا التي أعلنتها وزارة الصحة بتاريخ 25 ميال الجاري ولم تعلن الوزارة في بلاغها اليوم عن عدد المرضى المتكفل بهم داخل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص وعدد المصابين بالفيروس بأقسام العناية المركزة أو الخاضعين لتنفس الصناعي وبشأن التلقيح فاد عضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا أمين سليم أمس أن تلقي الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 يوفر حماية تتراوح بين 50 و70% فقط ولذلك يجب يتمام الجرعة الثانية وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقا للنباء أن الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى يجب أن لا يتهاون على التطعيم بالجرعة الثانية التي توفر حماية تتراوح بين 80 و95% وتساهم في إنتاج أكبر عدد من الأجسام المضادة وفي السياق أوضحت مديرة إدارة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة مريم خروف أن الخبراء صلب إدارة الصيدلة والدواء بصدد القيام بتقييم لملف طلب حصول فايزر على رخصة ترويج هذا اللقاح لفتة إلى أن إدراج الأطفال من 12 إلى 15 سنة ضمن الفئات المعنية بالتلقيح يرتبط بتطورات مؤشرات الوضع الوبائي في علاقة بانتشار فيروس كورونا وتحوره